خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض لذا قالوا الصاحب ساحب ومن جالس جانس وصار من جنس صاحبه وقديما قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلات المتعلقة بأصدقاء الولد مع من يمشي يا ترى من هو صاحبه من هو جليسه ماذا يفعلون الآن في أي شيء يشتركون فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصية سيئ الطبع فاحش اللسان لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته وأن لا يغفل عنها بحال وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة وعلى أي أساس تقوم وكيف يختارون أصدقاءهم فليست القضية مجرد إلف وصحبة وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها وذلك كله من طرف خفي لألا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله